حضر معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباحا يومي الخميس والجمعة للمرحلة الختامية للتمرين العسكرية المشترك رهد الشمال والعرض العسكري والذين يعدان من أكبر وأهم التمارين والعروض العسكرية في تاريخ المنطقة حيث شارك في تنفيذهما القوات الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والصديقة بمنطقة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية الشقيقة وقال معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن مشاركة مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين في مناورات رعد الشمال والعرض العسكري الكبير جاءت بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وذلك تأكيدا والتزاما بمبدأ وحدة الصف العسكري مع قوات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأيضا الدول العربية والإسلامية والصديقة والسعي نحو تعزيز وتقوية التعاون والتنسيق العسكري وتكامل الجهود بين قواتها عشرين دولة خليجية وعربية وإسلامية بهدف تحقيق أعلى معدلات التنسيق والتعاون العسكري ورفع الجهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ المهمات المشتركة بين قوات الدول المشاركة لمؤجهة المخاطر والتحديات التي تستهدفنا والردع بكل حزم وعزم لكل ما من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وأشهد معاد القائد العام لقوة الدفاع البحرين بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدورها الكبيرة وذلك للمستوى العالي والمتميز الذي ظهر به تمرين رعد الشمال والعرض العسكري سواء من حيث القيادة والإدارة والتنظيم والتنفيذة وكان لذلك أثر طيب كبير في نفوس الجميع وكان لسير مراحل التمرين بضرباته الجوية الدقيقة وهجماته البرية المتناسقة وقعها الكبيرة على الأهداف في ميدان التمرينة وصداها المدوية في أذان كل من تسول له نفسه المساسة بأمن واستقرار جولنا وقوى الإرهاب ومليشيات التطرف التي تسعى لتدمير الأوطان في المنطقة وخلال زيارة مع القائد العام لقوة دفاع البحرين لمجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين والتقائه بقائد وضباط وضباط صفه وأفراد المجموعة اطلع معاليه على إيجاز من العميد الركن خالس سلمان المعاودة قائد المجموعة عما تم تنفيذه في تمرين رعد الشمال وسير عامل المجموعة ونتائج عملياتها في التمرين وعبر معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بقائد وضباط وضباط صفه وأفراد مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين بمشاركتهم في هذا التمرين مشيدا مع عليه بما حققته مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين من دور فاعل أثبتت من خلاله كفاءتها الكبيرة في تنفيذ الطلبات مختلف مراحل التمرين وتميز مشاركتهم في التمرين الختامي بالكفاءة والمقدرة العاليتين وتحقيق الأهداف الموكلة لهم بجدارة مضيفا مع عليه أن مشاركة مجموعة القتال لقوة دفاع البحرين في فعاليات التمرين الميداني المشترك على الشمال تأتي تنفيذا لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله وذلك حرصا من جلالته على كل ما من شأنه تعزيز أطر التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين الأشقاء في دول منس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمة في تجسيد الأهداف والطموحات تحقيقا للتكامل المأمول فيما بينها بهدف تعزيز وتقوية التعاون العسكري المشترك بين الدول الخليجية والعربية والإسلامية وتطويره بالإضافة إلى الارتقاء بالكفاءات ورفع الجاهزية القتالية وتدريب القوات المشاركة على الأليات والمناهج القتالية الحديثة واكتساب المزيد من الخبرات من مثل هذه التمرين الميدانية التعبوية بمختلف أشكالها وأشار معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين إلى أن قوة الدفاع تنتهج سياسة تقوم وترتكز على التعاون والتنسيق المشترك والمساهمة في التجسيد الأهداف والطموحات تحقيقا للتكامل المأمول فيما بينها مع القوات الشقيقة والصديقة في مواجهة التهديدات والتحديات من خلال منظومة مجلس التعاون وشد دام عليه على أنه يستوجب علينا في هذا الوقت العصيب مضاعفة الجهد والعمل لتطوير وتكثيف عملنا المشترك والقيام بدور أكثر فعالية بروح من المسؤولية والقناعة الثابتة بأهمية تعاوننا الذي تتواحد فيه كلمتنا وإرادتنا وتزداد قوتنا ونحن نرحب دائما بالمشاركة في مثل هذه التمرين المشتركة الأخوية البناء التي تعكس عمق الترابط والتأخي وتسهم في إرساء المزيد من الدعائم القوية في مجال التعاون العسكري الخليجي والعربي والإسلامي وتمنى أن يستمر هذا التوجه الطموح الذي يترجم النهج العسكري الصحيح في تهيئة سواعد عسكرية مؤهلة لتأدية كل الأعمال المنوطة بها بكل إتقان وحرفية وكفاءة وتميز وأن تتضافر هذه القدرات معا للعمل كقوة واحدة متربطة بفعليا لمواجهة مختلف التهديدات التي تلوح مخاطرها